شايدي خناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في صفحة 19 لنمرو للحصة الرابعة وقوي متعلوماتي التمرين 11 وحيط من بين الأعداد المقترحة العدد الممثل في جدول العد النجد والعد في الوحدة البسيطة وفصل الألاف الوحدة البسيطة الوحدات عشرة مئات كي تكون الوحدات عشرة مئات وكذلك فصل الألاف وحدات عشرة مئات لنلاحظوا هنا يا هذا العدد اللي عندنا قد نعود ونكتبه مرة أخرى فعندنا في الوحدات رقم الوحدات البسيطة 1 جوش 3 4 5 لدينا 5 في العشرات لا شيء ثم في المئات واحد وحدة الالاف ربعة عشرات الالاف صفر ثم مئات الالاف جوش قد نقرأ مئتان وأربعة ألاف ومئة وخمسة إذن العدد اللي هو صحح هو مئتان وأربعة ألاف ومئة وخمسة ثم أطلب مننا نكتبه بالحرف أكتبه بالحرف نقلنا مئتان وأربعة ألاف ومئة ومئة وخمسة مئتان وأربعة ألاف ومئة وخمسة ثم التمرين 12 أصل كل بطاقة بالملف الذي سترتب فيه عندنا كل عدد فهو محصور ما بين عددين فمثلا هذا العدد ستة وتسعون ألف وثمانية أربعة مئة وتسعة ألاف وخمسمائة مئة ثانية وتلاتة وتمانون ألف وسبعة وعشرون خمسمائة وعشرة ألاف وستمائة وستة وتلاتون هذا هو العدد المحصور ما بين ربعمائة ألف وربعمائة وخمسين ألف يعني أكبر من ربعمائة ألف وأصغر من ربعمائة وخمسين ألف فهنا عندنا أربعمائة وتسعة ألاف فأكبر من ربعمائة ألف وأصغر من ربعمائة وخمسين ألف ثم ما بين خمسين ألف ومئة ألف ما بين خمسين ألف ومئة ألف فعندنا ستة وتسعين ألف وتمانية 968008 أكبر من 50 ألف وأصغر من 100 ألف ثم 200 و 83 ألف و 27 و 510 636 عندنا ما بين 500 ألف و 550 ألف 500 ألف و 550 ألف ف 510 ألف أكبر من 500 ألف وأصغر من 550 ألف ثم 283 ألف و 27 فهو ما بين 200 ألف و 300 ألف الثمارين الثلاثة عشر أحيطه بخط العدد الأكبر من العدد المعروض في البطاقة العدد المعروض في البطاقة 530 ألف و عندنا هذا الأعداد 540 ألف و 1 524 ألف و 653 523 ألف و 809 فقد نقرر مثلا 530 ألف مع 540 ألف و 1 نفس العدد الأرقام سنقرره رقم برقم 5 5 بدءا من اللي يصار 3 4 فهذا العدد أكبر من العدد المعروض في البطاقة ندوره عليه نشوف هذا العدد هذا 553 جوج إذن هذا أكبر من 524 ألف و 653 5 5 جوج 3 إذن 530 ألف أكبر أما 540 ألف و 1 فهو أكبر من العدد المعروض في البطاقة 824 أحيطوا بخطي العدد الأصغر من العدد المعروض في البطاقة 450 ألف 450 ألف دو بغدين ندوره على العدد الأصغر من العدد المعروض في البطاقة قد نقرره رقم برقم بما أن الأعداد عندهم نفس عدد الأرقام 4 4 5 4 من كل لحظه بأن هذا العدد هذا فهو أصغر من العدد المعروض في البطاقة لأنه 4 4 متساوين 4 5 إذن 4 أصغر نشوف هذا 4 4 5 5 متساوين 1 هنا صفر إذن هذا أكبر 4 4 7 5 إذن هذا أكبر فالعدد الأصغر من العدد المعروض في البطاقة هو 4 4 9 9 ألف 1301 نمر إلى التبرير الخمسة عشر الجدول يبين عدد سكان بعض المدن المغربية حسب إحصاء 2014 وحدد أكبر هذه المدن من حيث عدد السكان نحدد أكبر المدن من حيث عدد السكان لكن قبل ذلك قد نشوف المدينة وعدد السكان صفرون نظور العيون تازاتي زنيت عدد السكان 64006 نسامة 161 726 نسامة ثم العيون 217 732 نسامة تازة 144 456 نسامة وتزنيت 74 6 2 9 9 نسامة أكبر هذه المدن من حيث عدد السكان إذن سنقرن عدد السكان سنرى العدد الذي لديه أكبر عدد الأرقام فهذا 5 6 6 6 5 سنقرن لديه 6 نقرن رقم برقم بدءا من اليسار 1 جوج 1 إذن جوج أكبر 217 732 إذن المدينة التي فيها عدد أكبر من السكان هي مدينة العيون أكبر هذه المدين من حيث عدد السكان العيون ثم أصغرها من حيث عدد السكان سنرى لديه 5 أرقام تزنيت مع صفر نقرن رقم برقم 7 6 6 أصغر صفر يلي فيها أقل عدد السكان من بين هذه المدن المدن التي يقطنها أكثر من 150 ألف نسامة أكبر من 150 ألف سنرى لديه 6 الأرقام سنقرن رقم برقم سنقرن لديه أكبر من 150 ألف إذن 1 مع 1 نتساويين 4 مع 5 إذن 4 أصغر نرى العيون جوج 1 إذن العيون أكبر من 150 ألف ثم ننظر 1 و 1 نتساويين 6 خمسة إذن 6 أكبر ثم النظر فالمدن التي يقطنها أكثر من 150 ألف نسامة العيون والنظر ثم المدن التي يقطنها أقل من 100 ألف نسامة قل من 100 ألف قل من 100 ألف فعندنا 7499 تيزنيت لأن هذه المدن التي تازل العيون النظر كبر من 100 ألف أكبر من 100 ألف هنا 148 ألف 217 ألف إذن أقل من 161 ألف إذن أقل من 100 ألف فعندنا تيزنيت 74 ألف و 64 ألف إذن تيزنيت تيزنيت وهي أكبر من 150 ألف فعندنا 161 ألف لاحظوا 151 ألف 161 ألف و 165 ألف إذن 6 أكبر ثم سنشوفه 217 ألف خلصنا تكون 150 ألف 150 ألف أصغر من العدد الذي سنذكره يعني بحال 161 ألف 729 فهي أكبر من 150 ألف و دائما نفس العدد للقناة يخصي يكون أصغر من 200 ألف فهنا عندنا 161 ألف أكبر 150 ألف وأصغر 200 ألف ولكن 217 ألف فهي أكبر من 150 ألف وأكبر من 200 ألف إذن ما جتش ما بين 150 ألف و 200 ألف إذن فالمدينة التي يخطنها ما بين 150 ألف و 200 ألف فعندنا النظور فقط النظور وبهذا نهي تمرين الصفحة 19 نلتقي في الصفحة 20 كما أذكركم بأنه بيمكنكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الرابع والتي يظاهر أمامكم في البلايليست وبالرجاع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء